مستمع مايفي مايفي نعم ساعتين منضطرني على التليفون ولكن كمّه رأي قلتلك لا ترني علي وأنا بالشغل إليك أنا عرص 45 دولار عملكون سهل فلا لازم أشوف المعزي ولكن صالي ويا مجاد ما أمك الحية بدها عرص تبع العشر تلاف دولار وصالي مسايا شان هيك أنا لازم أشتغل اوبر تايم أنت واحد عني من الأحساس وصفية روحي روحي يلا روحي خليني كم في شغلي علي شغل رب عليكم هاي لزباري والله This very good الkeit يقيد السلام عليكم معكم موسى الحلو للفديو جديد مرة تادي مرة ي dessات мало مرة تأتي المرة فضل زما tusك الارض دعوة الاستوديو لا حدا يتifty بقم ايني قاتل ايه اشي coming to the side تابعني على حسابي على الانستغرام راح تشوف ورود او راح تلاقي الرابط بصندوق الوصف او باول تعليق الشغلة التانية والله شكرا على الدعم الخرافي على اخر فيديو من بيرن كان خذ ماي فرند لحظة شوية ماي فرند بالاحضان ماي فرند بالاحضان هات لك حضن هات اي 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 ماي فرند فورن تبويس لا هايدي ماي فرند بويس اي لوفيو بعد ما نقرت رابط الانستغرام وتابعتني عليه عطي واحد لايك كسور شاشة تليفونك فيه الفيديو اليوم بيحكي عن اغرب وظايف موجودة بالعالم ماي فرند حبيبي انا لانه عارفان انه اكتر المشاهدين هون ما عندهم شغل ما في وظايف بالوطرة العربي الوضع مأساوي بشان هيك جبتلك اليوم اغرب وظايف ممكن تشتغل فيهم وتحصل مصاري حلوين بشان هيك مندود طول سيرة ماي فرند خلينا نبدأ بالوظيفة الاولى الوظيفة الاولى معنا اليوم هي وظيفة جامعي القوارير والاناني الفاضية متى الراس ابن خالتك احمد يلي بتضل امك تقارنك فيه لانه بيشتغل ومجموع بالبكالوريا احسن منه ما بتعرف قيمة الجوهرة اللي عند اياها وانك ازكى من احمد السطل بمليون مرة تعرف انت ليش ازكى منه تعرف ليش راح اخبرك متى بتحضر الفيديوهات طبعها على اليوتيوب المهم الوظيفة هاي من تشرب اوروبا بشكل كبير لانه لما بتروع على السوبر ماركت وبتشتري اي شي متل كولا او عصير لكل انينة بلاستيك او ازاز ترجع على السوبر ماركت بعد ما تخلص بتحصل تقريبا على ربع دولار مشان هيك بتشوف في ناس كتير بيشتغلوا بهاي المهنة وبيحصلوا بالشهر تقريبا بين 900 و 1500 يورو ماي فرند هاي الوظيفة بده لحاله حلقة كاملة مشان هيك ممكن اسوي لكم فيديو توضيحي عن هاي الوظيفة بل كي ماي فرند قررت انها بتشتغل فيها بتجي لهون بتطلع العملة تاني اغرب مهنة عنا ياهلا اليوم هي مهنة مهنة ايش صار؟ جميل 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 ورائع سلحنا الدو المهنة التانية اللي معانا اياها لليوم هي مهنة البكايات والنواحات هل رح تسأل حالك فيه بالفعل مهنة لناس بتبكي وتنور؟ طبعا ماي فرند نحن في 2021 وهاي المهنة كانت موجودة من سنين قبل اكيد كل واحد فيكم بيتذكر لما اول مرة اهله اخدوه على عزة فجأة دخل من الباب ثلاث اربع نسوان مليانين واشكالهم مرعبة وبلشوا يصرخوا يبكوا من لحظة دخولهم من الباب يوه اي حايا علي ايه بحظر الورد بحظر الورد بحظر الورد ويه علي انه خطفت منها خطف خطف ان خطف تسعين سنة بس فاذا قدرت تميزهم ماي فرند انه هاي امه او اخته للعريس للعريس للميت ولكن بحال ما كانوا لا امه ولا اخته للعريس فبمعناتها هدول هن من الردادات والنواحات وما تفوعل لهم فلوس علشان يبكوا بس بعض الاحيان بتصير اتفاقيات بين النسوان بين المعارف وبين العيال انه اعملي معايا الواجب وانا اعمل معاك الواجب صح يعني تجي انتي بتبكي بتشلخي حالك بعرس لا اله الا الله بموتت بموتت حدا قريبنا وانتي شوفي انا ايش راح اساوي والله بزدت حالي من البالكون من عندكن وانا اعبابك وانوح واجب صح هاي المهنة منتشرة باسيا وبعض الدول العربية ويومية المرة بتكون بين ال30 وال120 دولار المهنة الثالثة معانا لليوم ماي فرند هي مهنة متذوقين اكل الكلاب وانو بخانته كله ليتلك شغل ب3000 دولار بالشهر نعم عزيز مشاهد 3000 دولار بتدفع شركات الاكل تبع الحيوانات والكلاب للاشخاص اللي بيجربوا الاكل مشان يشوفوا الجودة والنوعية واذا كان هالكلب راح يحبها الاكلة ولا لا لانو في طعمات وفي نكهات مختلفة ونحن يهمنا ان يكون العميل راضي عن الموضوع يعني الكلب شوفوا بلشت تدخل الشمس يا اهلا اشرقي يا الشمس الحرية اه اه يا شمس حربية انا ما قالت شيء حالين ناخد استراحة قصيرة ونشرب شيء بارد اعطنا بالله يا حاجة يا ساقة عشان نشربها بالله يا اخي اصطعمه شكرا ماي فرين ارباح اليوتيوب عزيزي المتابع ماي فرين هاي الوظيفة جايب لك ياها إلك خصيصا إلك ولا لحدة تاني وطلبات التوظيف جاهزة عندي على حسابي على الإنستغرام انت بس انقر بصندوق الوصف وتعال لعندي وإن شاء الله وظيفتك علي هاي الوظيفة هي حلم لكل شاب وفتاة عربية بيحبوا النوم كسلك رح يكسبك الدهب بس انت لحقني وما عليك شغلتك رح تكون كالتالي تاخد لك الصبح كاسة شاي مع صحن حمص ومع حبتين فول مدمس حلوين بالزيت وبعدها بتتوكل على الوظيفة يا رب يا كريم يا موزع الأرزاق بتوصل على الشغل ماي فرين بتريح لك شوي على شي كنباية أو شي تاخت مريحين بتعرف انت أكلت الفول دسمي شوي وبدي الرياحة بتريح ماي فرين بتنم لك أبو 4-5-6 ساعات بتفيق معاليك بعدها أستاذ مدرسة منقبضك على الساعة بين العشرين وثلاثين يورو على كل ساعة نوم شركات الأثاث المنزلي الكبيرة ليش؟ لأنه هاي الشركات بهم مراحة العميل تابعهم يعني طيب العميل لازم تكون مرتاحة يعني المكوى تبع العميل لازم تكون مناسبة على التخط أو على الكنباية اللي اشتراها من عندهم مشان هيك بتجي انت ماي فريند تختبرها بتشوف انها اذا كانت ريحة الخلفية تبعك ولا لا اذا عجبتك بقنا ما عجبتك رجعنا وجبنا لغيرها مشان تختبر شوي واي 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 والله شوي واي 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 بتتذكر ماي عزيزي المتابع وعزيزتي المتابعة لما كانوا أهلك وأصدقائك يقولوا لك انه انفك شبه حبة البيتنجان تتذكري لما انكان يقولوا لك والله على الخشة ما من لايلك عن ريس بحياتنا ماهو اجي الوقت ماي فريند اللي تثبت لهم انه هذا الخشم الجميل رح يدر عليك الشهد يا بايبي هذا الانف الانيق هو اللي رح يغير مستقبلك لما يجيب لك بالشهر اكتر من خمسة الاف دولار نعم عزيزي المشاهد اكتر من خمسة الاف دولار وهذا الموضوع مو مزح وظيفة شمام الأباط يا؟ ليش يا ماي فريند؟ فكر أن أحتاجك على جمال روحك وعيودك العسلية لا يكون أصحى ماي فريند هي شمام الأباط يعني شمام الأباط ما عنا غير شي جمال الروح والخزعبلات الفاضية ده راح ولا؟ المالي هو الأساس يا بيبي الفلوس تغير النفوس ماي فريند الله إلا عن أبو الفلوس اللي تغير النفوس ولكن ماي فريند مننا نتماشى مع الوضع هاي الوظيفة بتأمن لك ياها شركات العطور والديدرون يلي بهمهم إنه منتجاتهم تكون من أحسن المنتجات وأكثرها فعالية فبتجيب هاي الشرك موظفين ليختبروا فعالية منتجاتهم فبيخلوهن يشمشموا رائحة الأباط طبعا الناس ليشوفوا كم هي المدة يلي راح تضل ريحة أباط وننظيفة وبعد كم يوم راح تطلع النتان اللي موجودة فيهم وتروح فعالية مزيل العرق ما عليش ماي فريند أنا حاسس فيك بس ما عليش خمسة آلاف حلوين وبتخليك تنسى ألم رائحة المتعرقين اللي عافنة بس سؤال على السريع ماي فريند لألك لو كان عندك الخيار بأنك تختار وحدة من هاي المهنة اللي عديت لك إياها أي مهنة راح تكون مهنتك جاوبني بالتعليقات وخلينا نتناقش سوية تابعوا يعني على انستجرام لا تنسى حطنا أعجاب خلينا نوصل عشتلاف على انستجرام شانسوي سواي باب سواي باب يا بيبي سواي باب يا بيبي سلام عليكم يا بيبي اشتركوا في القناة